اطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنة الوحي في تقوى وإخباتي على سنة الوحي في تقوى وإخباتي طهارة وصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فق العبادات ها هو اللقاء يتجدد بكم كل أسبوع على مائدة من موائد العلم ننهل من معين الكتاب والسنة ما يعود على ديننا بالنفع والخير والفائدة مشاهدين الكرام باسمكم جميعا وفي بداية هذه الحلقة نرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان قاضي الاستيناف بمحكمة الاستيناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ حياكم الله حيا الله لإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات نبدأ على بركة الله الحلقة الثامنة والعشرون في هذه الحلقة إن شاء الله سيكون استكمال لما بدأنا في شروط صحة الصلاة تحدثنا في حلقة سابقة عن الشرط الأول الطهارة وعن الشرط الثاني الوقت وعن الشرط الثالث استقبال القبلة نبدأ في هذه الحلقة باستكمال بقية الشروط مع الشرط الرابع سترو العورة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه الحلقة نستكمل فيها بقية شروط صحة الصلاة وصلنا إلى الشرط الرابع وهو شرط ستر العورة والمقصود بالستر هو التغطية في اللغة والمقصود به في العورة هو ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه لأنها من العور وهو العيب قالوا لأنها من العور وهو العيب وكل ما يسوءك النظر إليه فإن النظر إليه وعتبر من العيب وستر العورة شرط لصحة الصلاة ويدل لذلك قوله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وفي هذه الآية بيان أن الله عز وجل قرن أخذ الزينة بذكر المساجد والزينة المأمور بها هي الثياب الساترة للعورة لأن الآية نزلت من أجل الذين كانوا يطفون بالبيت عراه فكانوا في الجاهلية يطفون وهم عراه فنزلت هذه الآية وهذا لا شك أن هذه من الزينة التي يكون فيها ستر العورة التي كانت تبدو من الجاهلية وهذا مما لا خلافة فيه بين أهل العلم وجاء في حديث عيشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أبو داود والتلمذي وابن ماجة ونقل ابن عبد البر وابن تيمية الإجماع على أن من صلى عريانا مع قدرته على النباس فصلاته باطلة فكل ذلك يدل على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة جميل نتحدث عن مسألة حد العورة وفيها أدت مسائل مسألة أولى عورة الرجل في الصلاة نعم إذا كنا نقول أن شرط ستر العورة يشترط لصحة الصلاة فما هي عورة الرجل وما هي عورة المرأة أولا نتكلم عن عورة الرجل في الصلاة حد عورة الرجل في الصلاة هي ما بين السر والركبة وهذا باتفاق المذاهب الفقية الأربعة لحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأه مجتملا بثوبه فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به رواه البخاري فقوله فاتزر به دل على وجوب ستر ما بين السرة والركبة فالإزار هو ما يكون بين السرة والركبة ولحديث جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة رواه أحمد وأبو داود والترمذي ثم إن ما حول السوأتين من حريمهما وستره من تمام سترهما قالوا والمجاوزة لها تأثير في مثل ذلك فوجب أن يعطى حكمهما فالشهد أن سترة الرجل هي ما بين السرة والركبة المسألة الثانية يا شيخ عندما نتحدث أن العورة ما بين السرة والركبة السرة والركبة هل هي من ضمن العورة أو ليست من العورة؟ الركبة والسرة ليست من العورة وهذا مذهب جماهير الفقهة من المالكية والشافية والحنافية لحدث بالدردار رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر رواه البخاري وجاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غطاها رواه البخاري ووجه الدلالة من هذين الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام كان كاشفا عن ركبته وهو مع أصحابه ولو كانت عورة ما كشفها فدل ذلك على أن الركبة ليست داخلة في العورة وكذلك السرة ليست داخلة في العورة لكن ما بينهما هو عورة الرجل مسألة أخرى عفوا بالنسبة للصلاة يعني لو صلى ببنطال قصير يخرج ركبته يجوز له ذلك؟ إذا كان نعم لا حرج في ذلك شرط أن يغطي الفخذين كاملين فالعورة هي ما بين السرة والركبة لكن إذا انكشف شيء من الفخذ هذا لا يجزئه لا يجزئه أن يكون شيء من الفخذين منكشفا لأنها من العورة مسألة أخرى مسألة ستر العاتقين للرجل في الصلاة هذه من المسائل التي اختلف فيها للعلم هل يشترط في عورة الرجل في الصلاة أن يستر عاتقيه أو أحدهما في الصلاة قال بعضهم أنه يستحب أن يضع الرجل على عاتقيه شيئا في الصلاة وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والملكية والشافعية لحديث به ريراه أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد فقال أولي كلكم أولي كلكم يجد ثوبين متفق عليه وقيل وهو مذهب الحنابل المشهور مذهب الحنابل لأنه يشترط في الصلاة للرجل أن يستر عاتقيه بشيء ويستدل بحديث أبي هريرة في الصيحين لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء وفي لفظ على عاتقيه وهذا عاتقه يعني جنس العاتق فيشمل العاتقين والعاتقان هما الكتفان فهنا نهي منه عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لكن الجمهور صرفوا هذا إلى الاستحباب لحديث أبي هريرة السابق لما سئل أيصلي أحدنا في ثوب في ثوب واحد فقال عليه الصلاة والسلام أو كلكم يجدوا ثوبين يعني أنه يصلي في ثوب واحد يتزر به يعني مقصود به بدل ذلك على الاستحباب وقول الجمهور قول قوي لكن لا شك أن الإنسان إذا احتاط لدينه فأمكنه أن يجد ثوبين فلا شك أنه يستر كعاتقين وهذا يحصل مثلا في العمرة والحج حينما تقام الصلاة والإنسان مثلا في الطواف ويكون في حاد الأطباع بأن يخرج كتفها اليوم الأيمن ويجعل كتفه الأيسر مستورا فيقال أنت تستطيع أن تغطي عاتقيك في حال الصلاة فحينئذ يشرع لك أن تغطي هذين العاتقين ولا تكشفهما ما دمت أنك تستطيع أن تسترى هذين العاتقين وكذلك في غير حال الطواف إذا استطاع الإنسان أن يسترى عاتقي فهذا لا شك أنه الأكمل والأولى والأحوط وخروجا من خلافنا العلم لقول النبي عليه الصلاة في هذا الحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ما هي شروط الثوب المستتر به الذي يستر به المصلي؟ هل هناك شروط في هذا الثوب؟ نعم يشترط للثوب الذي يستر به المصلي عدة شروط الشرط الأول أن لا يصف البشرة البشرة فهناك بعض الثياب تكون شفافة سواء للرجل أو حتى للمرأة فتصف البشرة وكأن البشرة تكون في الحقيقة في حكم المكشوف وحينئذ يقول لا يجزئ الصلاة بهذا الثوب الذي يصف البشرة فلا بد أن يكون الثوب الذي يصلي به المصلي أو تصلي به المصلية لا بد أن يكون ساتراً لموضع العورة الكاملة بحيث لا يصف البشرة هذا هو الشرط الأول الشرط الثاني أن يكون طاهراً وهذا مر معنا فيما سبق في الشرط الأول من شرط صحة الصلاة وهو الطهارة وقلنا الطهارة تشمل ثلاثة الشياء الطهارة في البدن وفي الثوب وفي البقعة فهذا أن يكون طاهراً هذا في الحقيقة يتعلق بشرط الطهارة سبق الحديث عنه الشرط الثالث أن يكون مباحا فلا يصح أن يكون بثوب محرم فحينئذ لا يجوز له أن يلبس الثوب المحرم لذاته أو لوصفه أو حتى لوصفه فالثياب قد تكون محرمة لذاتها وقد تكون محرمة لوصفها وقد تكون محرمة لكسبها الثوب المحرم لذاته مثل الحرير ومر معنا سابقا أن الحرير محرم على الرجال فلا يجد لرجال أن يلبسوا الحرير فهذا محرم لذاته فلا يصح أن يصلي بهذا الثوب الذي يكون من حرير لأنه محرم لذاته ولا أيضا المحرم لوصفه مثل الثوب الذي فيه إسبال وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذابانهم وذكر منهم المسب الإزارة وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيلا وقال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار بكل هذه الحديث تدل على أن هذا الثوب محرم لوصفه لكونه أصبح مسبلا يعني أنه أصبح متدليا تحت الكعبين أيضا المحرم لكسبه بأن يكون حصل على هذا الثوب بطريق محرم بأن يكون غصبه مثلا أو سرقه فهذا ثوب مستحق للغير ومملوك للغير لا يجوز له استخدامه لا لذاته وإنما لكونه كسبه واستولى عليه بطريق محرم لكن لو صلى في هذا الثياب المحرم لذاته أو لوصفه أو لكسبه فإن صلاته تصح على القول الأظهر لأن جهة النهي والأمر مختلفة لأن المحرم في هذا الثوب ليس لبسه في الصلاة بعينها يعني لم يأتي دليل على أنكم لا تلبسوا الحريرة في الصلاة لا تلبسوا الثوب المغصوب أو المسروق في الصلاة لا تلبسوا الثوب المصبل في الصلاة لم يأتي التقييد بالصلاة وإنما جاء على سبيل العموم فلبسوا الحرير كل هذه الألباس الثلاثة محرمة في الصلاة وفي خارج الصلاة فلأجل هذا نقول لو لبسها فإنها تحرم عليه يحرم عليه أن يلبسها لكن صلاته تصح مع الإثم لأن مورد النهي غير مورد الأمر الشرط الرابع ذكرنا حنا ثلاثة شروط قلنا أن يكون ألا يصف البشرة ألا أن يكون طاهرا ألا يكون مباحا الشرط الرابع ألا يضره ألا يكون هذا الثوب فيه ضرر به فإن كان هذا الثوب يضره لمرض أو حكة بعض الناس تكون في عند حساسية لا يستطيع مثلا أن يلبس هذا الثوب المعين فإنه لا بأس أن يترك هذا الثوب ولو أدى ذلك إلى أن يلبس ثوبا من الثياب التي تكون محرمة كما سيأتينا بإذن الله في آخر الحلقة جميل بيدنا نتحدث عن التجمل بأحسن الثياب للمصليين حكم التجمل بأحسن الثياب هذه من الأشياء الأداب المتأكدة وهي مستحبة ومسنونة أن يتجمل الرجل بأحسن الثياب عند الصلاة لعوم قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وجاء في حديثي واجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من يزين له فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يجتمل أحدكم في صلاته اجتمال اليهود رواه الطحاوي والطبران والبيهقين يقول ابن تيمية رحمه الله والله أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة فقال خذوا زينتكم عند كل مسجد فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها ولهذا انتهى كلام رحمه الله بن تيمية ولذا قال عبد الله بن عمر لمولاه نافع وقد رآه يصلي حاسر الرأس يعني ليس مغطي رأس بشيء قال غطي رأسك هل تخرج إلى الناس وأنت حاسر الرأس قال لا قال فالله أحق أن تتجمل له ولذلك ينتشر عند بعض الناس دهم الله أنه قد يتساهل حينما يأتي في الصلاة للمسجد حينما يقوم يصلي لربه عز وجل فيأتي بقميص النوم ولا بروب النوم ولا ببجامة النوم التي تكون في البيت وربما جاء بثوب المهنة وثوب الصنع التي يصنعها وربما تكون فيه روائح وعرق وربما تكون فيه أوساخ بينما لو ذهب لصديقه أو قرابته أو لمسؤول من المسؤولين فإنه يتجمل له ويتطيب له ويلبس أحسن ثيابه لا شك أن الله عز وجل هو الأولى أن تأخذ الزين حينما تؤدى الصلاة له وذلك امتثالا لقولها عز وجل يا بني آدم خذوا زيناتكم عند كل مسجد وعند كل مسجد المقصود بها عند كل صلاة المقصود بقول يا عز وجل خذوا زيناتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة هذا هو الذي ينبغي للمسلم إذا أتى المسجد أن يأخذ أحسن ثيابه ويكون على أحسن أبه ولذلك جعل إمام مالك رحمه الله مالك وغيره مالك بن أنس وغيره أنهم كانوا يأخذون زينتهم بل كان بعضهم يأخذ رداءه إذا جاء يصلي لأنه يتزين ويأخذ أفضل ثيابه ويلبس حلته لأجل أن يلقى ربه عز وجل ويقول رأيتم أنا بين يدي من سأقوم سأقوم بين أعظم العظماء وملك الملوك وخالق الخلق سبحانه وتعالى وهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يعظم الله عز وجل في صلاته بأن يتهيأ بأن يلبس أحسن ثيابه في الصلاة ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب شيخنا تحدثنا عن حد عورة الرجل في الصلاة بودنا أن نلقي الضوء عن حد عورة المرأة في الصلاة نعم حد عورة المرأة في الصلاة يجب على المرأة في الصلاة ستر جميع جسدها معداء الوجه والكفين فالمرأة في الصلاة كلها عورة معداء الوجه والكفين وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنفية وقول عند الحنابلة لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائضا إلا بخمار روحة الأربع إلى النسائي ففيه النهي عن كشف الرأس والعنق ونحوه مما يستر بالخمار ويقتضي ذلك أن الوجه لا يستر في الصلاة فدل على أنه ليس من عورتها في الصلاة ثم إن وجه المرأة في المرأة ليس بعورة في الإحرام فكذلك في الصلاة وبناء على ذلك فإن قدمي المرأة طبعا وقع خلاف بين أهل العلم في قدمي المرأة هل هما عورة في الصلاة أم ليس بعورة والقول الأظهر الله أعلم أن قدمي المرأة ليس بعورة في الصلاة وذكر ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات أن النساء إنما أمرن بالخمار فقط مع القميص قال فكن يصلين بقمصهن وقمرهن وقد ثبت عن عيشة رضي الله عنها عند ابن أبي شيبة أنها كانت تصلي في درع واحد فضلا وقد وضعت بعض كمها على رأسها وأخرج عبد الرزاق أيضا في مصنفه وابن أبي شيبة عدة أثار أخرى في هذا الباب كلها تدل على أنه لا يجب على المرأة تغطية قدميها في الصلاة هنا مسألة يا شيخ عن حكم انتقاب المرأة في الصلاة لا تنتقب المرأة في الصلاة بلا حاجة لا تنتقب بلا حاجة وهذا نقل الإجماع على هذا غير واحد من العلم منهم ابن عبد البر رحمه الله طبعا أنبه إلى أن كلامنا في عورة المرأة حينما نقول عورة المرأة في الصلاة أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها هذا في باب الصلاة وليس في باب النظر باب النظر لا المرأة كلها عورة على القول الصحيح لا سيمة في زمن الفتنة فالمرأة كلها عورة بما في ذلك وجهها فوجهها أيضا من العورة والفقه رحمه الله يفرقون في باب العورة بين العورة في باب الصلاة والعورة في باب النظر نحن نتكلم وحديثنا هنا عن العورة داخل الصلاة وليس في باب النظر حينما ينظر إليها الرجال الأجانب فإنها تكون كلها عورة في حديثنا عن انتقاب المرأة لو صلت المرأة بحضرة رجال كما في المسجد الحرام مثلا وغيره فهل هذا من الحاجة التي تتنقب لها؟ نعم إذا كانت المرأة تصلي بحضرة رجال فإنها تستل على وجهها ما يغطيها عن الرجال ننتقل إلى مسألة الثوب المحرم نأخذ نوعين من هذه الثياب المحرمة ثوب الحرير والثوب المغصوم فما حكم صلاة الرجل في ثوب الحرير تحديدا؟ أشرت قبل قليل في الشروط التي يجب توافرها في الثياب التي يلبسها الرجال وذكرت أن يكون مباحا فإن كان محرما فإنه لا يجوز له لبسه ومن ذلك الصلاة في الثوب الحرير فهذه المسألة الأولى الصلاة في الثوب الحرير لا يجوز للرجل لبس ثوب الحرير لا في الصلاة ولا في خارجها هذا الحكم ليس متعلقا فقط بالصلاة بل حتى خارج الصلاة إلا إذا لم يجد غيره بأن كان في مكان لا يجد عنده إلا هذا الثوب الحرير ويخشى أنه إن أخر الصلاة أن يخرج وقتها فحينئذ لا بأس عليه أن يلبسها لكن الأصل أنه لا يجد للرجل أن يلبس ثوب الحرير ويدل لذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة متفق عليه وفي حديث أبي موسى لا شعر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها رواه النسائي وأحمد وأجمع أهل العلم على ذلك لكن لو لبسه لو لبس هذا الثوب الحرير كما ذكرت في المسألة قبل قليل في شروط الثوب الذي يلبسه الرجال في الصلاة يصحت صلاته مع الإثم لكون أنه ليس لمعنى في الصلاة أنه هنا ليس لشيء يتعلق بالثوب داخل الصلاة وإنما هو متعلق بذات الحرير بأن لا يلبسه مطلقا لا في الصلاة ولا في غيرها وبذلك تصحه صلاته المسألة الثانية وهي الصلاة في الثوب المغصوب أيضا هذه الصلاة تحرم في الثوب المغصوب وكذلك المسروق والمنهوب المنتهب ونحو ذلك وهذا باتفاق الفقه رحمه الله لحديث أبي بكرة مرهوعا فإن دماءكم أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونا ربكم والحديث متفقنا لكن أيضا الصلاة في الثوب المغصوب صحيحة بذات هذا الثوب المعين وإنما جاء لأمن خارج يعني لذات الثوب الحرير مطلقا سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة فلو صلى فلا صحى صلاته لانفكاك جهة النهي والله أعلم هنا بعض المسائل حول صلاة العراهة المسألة الأولى العريان الذي لم يجد ما يستره ما حكم صلاته وكيف يفعل نعم أولا العريان إذا لم يجد سترة فإنه يصلي عريانا ولا يعدت عليه وهذا بالإجمع وإذا صلى وحده فإنه يصلي قائما لأنه هذا غاية ما يستطيع وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا أسعى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ثم إنه هل يصلي قائما أو قاعدا قال بعضهم إنه يصلي قاعدا وقال بعضهم إنه يصلي قائما لحديث عمران رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري وهذا قادلون على الصلاة قائما فوجب عليه أداء ركن القيام وبعض العلم رحمه الله فرقوا وفصلوا تفصيلا جيدا فقالوا إن كان حوله أحد من الناس فإنه يصلي قاعدا وإن لم يكن بحضرة أحد من الناس أو في ظلمة أو كان بحضرة شخص لا ينظر بأن كان أعمى فإنه يصلي قائما لأنه لا عذر له وهذا قول حسن وهو الأقرب في الحقيقة لأنه يجمع بين حق الله تعالى وحق النفس في هذا المقام طيب إذا كانوا جماعة شيخ كيف يعني يكون إذا كان الناس جماعة وكلهم عراه فالعرات يصلون جماعة صفا واحدا ويقوم إمامهم وسطهم كما قال الفقه لأن دلة صلاة الجماعة تشملهم ولأن قيام الإمام وسطهم أستر من أن يتقدم عليهم ويصلون قياما وهذا مذهب المالكية والشافعية ولواء عند الإمام أحمد ذلك أن القيامة والركوع والسجود أركان المتفق عليها والسترة شرط مختلف فيه والأركان مقدم على الشروط والمجمع عليه مقدم على المختلف فيه ثم إنه لا يجزي أحدا أن يصلي جالسا ويقدر على القيام نعم من المسائل المهمة حكم صلاة من انكشف بعض عورته ما حكم صلاةه نعم قد يعني يحصل الإنسان في بعض الأحوال أن تنكشف عورته أو ينكشف بعض عورته نعم نقول هذه المسألة فيها تفصيل الفقر رحمه الله فصلوا في هذه المسألة بين أن يكون المنكشف فاحشا أو غير فاحش وأن يكون كثيرا أو قليلا والزمن قثير أو قليلا فنستفصل في هذه المسألة على النحو الآتي أولا إن كان انكشاف العورة عمدا بطلت صلاته سواء كان المنكشف من العورة قليلا أو كثيرا طل الزمان أو قصر يعني إنسان جاء ودخل صلاته وتعمد أن يلبس سروالا قصيرا يكشف عن نصف فخذة نعم نقول صلاتك باطلة من البداية لأنه الآن متعمد دخل الصلاة متعمدا أن يكشف جزء من صلاته فصلاته باطلة نعم لأنه تعمد أن يأتي بعبادة على غير ما أمره الله عز وجل بها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود عليه غير مقبول هذه هي الحالة الأولى جميل الحالة الثانية إذا كان انكشاف العورة عن غير عمد وكان هذا المنكشف يسيرا فالصلاة صحيح كأن يصلي مثلا في بنطلون وهذا يحصل عند كثير من الناس الذين يلبسون البنطلون فإذا سجد انكشف بعضه الظهر من أعلى الظهر بمقدار مثلا خط الأصبع فهذا يعفى عن هذا يعفى عن أن يكون يسيرا بخلاف مثلا إذا كان لابس يعني بنطلون مثلا البوانطينة اللي انتشرت الله المستعان طيحني ونزلني ومدرويش شوي رقصني بعد الله المستعان فهذه إذا انكشفت لا ما انكشف الآن أصبع انكشف شبر أحيانا هذا لا هذا يختلف الحكم نحن نتكلم لو كان انكشف يسيرا يعني انكشف عن غير عمد ويسيرا في الصلاة في المثال اللي ذكرته أن يكون أن يلبس البنطل الذي يلبسه الرجال عادة المحتشمين واثناء السجد مثلا أو اثناء الركوة ينكشف مقدار الأصبع هذا يسير فهذا يعفى عنه ولا والصلاة صحيحة هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة إذا كان غير عمد إذا كان انكشف العورة عن غير عمد وكان فاحشا عرفا لكن الزمن قليل كان فاحشا عرفا لنفترض أن الإنسان في مثالنا السابق الذي لبس البنطلون ولم يلبس سروالا قصيرا تحت البنطلون لكن هذا البنطلون فيه شق فبانت إحدى السوأتين مثلا القبل أو الدبر بان جزء منه وكان الزمن قليلا ثم انتبه له فاستتر فحين ذل لا تبطل الصراع على القول الصحيح إذن قيود هذه الحالة الثالثة أن يكون عن غير عمد وكان هذا المنكشف فاحشا عرفا فاحشا كيف فاحشا يعني فاحشا يختلفون الناس فيه لا نقول ما رده إلى العرف وش ضابط الفاحش؟ نقول ما رده إلى إلى أعراف الناس ما عده الناس أن هذا المنكشف فيفحش يعني يستقبح في أنفس الناس يستقبحونه تستقبحه النفوس السليمة والفطر المستقيمة هذا معنى قولنا أن يكون فاحشا فنرده إلى عراف الناس فإذا كان هذا المنكشف فاحشا لكن الزمن قليل يعني انكشف ثم استتره أو يكون عليه مثلا إزار وأثناء الصلاة مثلا جاء هواء شديد فأطار فأطار إزاره مثلا ثم أعاده مباشرة وأنزله نعم ومثلا هذا الإزار ما تحت شيء نقول الصلاة صحيحة ولا يضر مدى أن الزمن يسير والفاحش وكان هذا عن غير عمد ولو كان هذا فاحشا الحالة الرابعة إذا انكشف عن غير عمد انكشافا فاحشا وطال الزمن نعم وذلك بأن لم يعلم بانكشاف هذا الشيء من العورة إلا في آخر صلاته أو بعد سلامه فهذا لا تصح صلاته لا تصح صلاته مثال ذلك أن يصلي مثلا في سروال ويكون هناك فتحة مثل مثال ذكرته قبل قليل تكون هناك فتحة في سرواله تحاذي السوء وصاحبنا ما شاء الله من أول الصلاة قياما وركوعا وسجودا ما يعلم ما يعلم ما شاء الله تبارك الله مقبل في صلاته ومستغرق في خشوعه ولم ينتبه إلى انكشاف هذه العورة فحين ولم ينتبه بها ولم يعلم بها إلا بعد انتهاء صلاتي وبعد أن سلم فهنا نقول إن صلاتك باطلة وعليك الإعادة عليه أن يعيد الصلاة أما لو انشق الثوب مثلا أثناء الصلاة وهذا قد يقع من بعض الثياب الضيقة أو الصراويل حتى الضيقة فأمسكه مباشرة فلا يضره وصلاته صحيحة ومثل ذلك لو مثلا ذكرت قبل قليل يعني لابس إزارا وجاء الهواء فأطار إزاره وانكشفت سوءته ثم أعاده بعد ذلك فصلاته صحيحة ولا يضره ولو كان المنكشف فاحشا وهو السوء أو إحدى السوءتين إلا أن الزمن قصير ولم يتعمد ولذلك فرقنا بين أن يكون الزمن قصيرا وبين أن يكون الزمن يسيرا إن كان الزمن طويلا وكان فاحشا فالصلاة باطلة حتى لو كان عن غير عمد وأما إذا كان يسيرا وغير عن غير عمد ولو كان فاحشا فالصلاة صحيحة ولا يضره وهذه مسألة مهمة جدا حقيقة لعل الإخوة استوعبوها بهذا التفصيل أنها قد تحصل لكثير من الناس أستاذ أنك شيخ نبي فاصل طيب شاهدنا كرام فاصل قصير ونعود للمواصلة فابقوا معنا أطلب رضا الله في فطه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات للإيمان أركان لا يتم إلا بها فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا وهي ستة الإيمان بالله ويشمل الإيمان بربوبيته أي بأنه الخالق المالك المدبر وبألوهيته فلا معبود بحق إلا الله وكل معبود سواه باطل وبأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى والصفات العليا ونؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من النور وأنهم عابدون لله مطيعون ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون ولهم أعمال كلفوا بها فجبريل موكل بالوحي وميكائيل بالمطر والنبات وإسرافيل بالنفخ في الصور ونؤمن بالكتب أنزلها الله على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ومنها التوراة والإنجيل وزبور وصحف إبراهيم وموسى وأعظمها وخاتمها القرآن العظيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الأعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته وله أربع مراتب العلم والكتابة والمشيئة والخلق فثبت إيمانك بالعلم والعمل واحذر من شبهات المشككين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات أهلا وسهلا بكم مشاهدين كرام عدنا إليكم في حلقة فقه العبادات وحديثنا لا زال في شروط صحة الصلاة نأخذ هذا المحور شيخنا ما يحرم من اللباس في الصلاة ما يحرم من اللباس في الصلاة نعم هناك عدة أنواع أو صفات في الثياب نعم يحرم لبسها في الصلاة أولا الخيلاء في الثياب وغيرها يعني سواء في الثياب أو السراويل أو الرداء أو الجبة أو المشلح أو الفارو كل ما يلبس أي أن كان نوعه من الثياب فهذا يحرم لبسه على صفة الخيلاء والخيلاء يعني التكبر وأن يكون الإنسان أن يلبسها على هذه الصفة وورد في ذلك قوله عليه الصلاة من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه متفق عليه ثانيا طبعا الخيلاء نعم قلنا إنه لا يجوز سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة لكنه لا شك أنه يتأكد في الصلاة ثانيا التصوير بأن يكون على الملابس صور ذوات أرواح مرسومة عليها فهذا لا يجوز إذا كان عليها صور لذوات الأرواح كان يكون مرسوم عليها مثلا صورة إنسان أو صورة طير حمامة أو صقر أو صورة بعير أو صورة أسد أو صورة أمير أو صورة لاعب أو صورة ولذو بالله فنان من الفنانين أو المغنيين كل هذه من الأشياء التي يحرم لبسها وهذا أيضا في الصلاة وفي غيرها ثالثا مما يحرم لبسه من الثياب في الصلاة الثياب الثوب المنسوج من الذهب أو المموه يعني المطني بالذهب قبل استحالته فهذا أيضا من الأشياء المحرمة ومثل ذلك ثياب الحرير على الذكور لا يجوز لبسها إلا من عذر كضرورة ضرورة يعني أن يكون للنسان ما عنده لهذا الثوب ما عنده جاءته وقت الصلاة ودخل عليه وقت الصلاة وليس عنده من الثياب إلا ثوب الحرير فحينئذ يرخص له أن يلبسه لأن الضرورة تقدر بقدرها ويحل لبسه حينئذ لأن الضرورات تبيح المحضورات حسب القاعدة الفقية إذن يرخص في لبس الحرير وكذلك الثوب المنسوج من الذهب أو المطل من الذهب في أحوال إذا كان هناك عذر مثل الضرورة أو تكون به حكة لا يناسبه مثلا الملابس التي تكون مثلا من كتان أو قطن أو تكون من نايلون أو بولستر أو غيرها من المصنوعات الآن الحديثة لا يناسبه أن يلبسها تكون بحسسية مثلا لا بد أن يلبس الحرير لأن الحرير يكون فيه شيء من البرودة والرطوبة والليونة فيعذر حينئذ لذلك فلا بأس أن يلبسه وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن المنعوف رضي الله عنه أن يلبس الحرير لحكة كانت به كما في صحيح البخاري أو يكون مثلا مريضا يحتاج لبس هذا النوع من الثياب المحرم ويكون من باب العلاج أيضا لا حرج عليه في ذلك أو يكون لبس هذا الحرير مثلا في حال الحرب وهذا أيضا منص عليه الفقر رحمه الله وأنه يجوز لبسه في الحرب لإغاظة الكفار وكذلك حتى لبس الثياب التي على سبيل الخيالاء والتكبر يجوز لبسها في الحرب وقال عليه الصلاة لما رأى مشة أحد الصحابة فيه وهو يمشي متكبرا مختالا قال إنها لمشة يبغضها الله إلا في هذا الموضع لما كان يمشي أمام الكفار لأجل أن يغيظهم وليظهر قوة المسلمين وقوة شكيمتهم وبأسهم أو يكون هذا الحرير بالمقدار المرخص به شرعا أن يكون في الثوب أربع أصابع فما دون بمقدار أربع أصابع أن يكون علما في الثوب بمقدار أربع أصابع فما دون وهذا المقدار المرخص به للرجال من الحرير فحينئذ لا بأس به في ذلك أما من سوى ذلك فإنه لا يجز له لبسه رابعا من الثياب التي يحرم لبسها بالنسبة للرجال المعصفر والمزعفر للرجال المعصفر المصبوغ بالعصفر نوع من الأنواع الطيبة والأطرات عصفر من النبتات وكذلك المزعفر المصبوغ بالزعفران لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عبد الله بن عمر بن العاص عليه ثوبين معصفرين فنهاه أن يلبسهما وقال لا تلبس هذا فإنه من لباس الكفار رواه مسلم هذه أنواع أربعة مما يحرم لبسه في الصلاة طيب يا شيخ من لبس أحده هذه الأنواع الأربعة وصلى فما حكم صلاته صلاته صحيحة مع الأثم صلاته تصح إذا كان من غير عذر طبعا أما إذا كان معذورا فصلاته صحيحة ولا إثم عليه أما إذا لم يكن معذورا فإن صلاته صحيحة لأن جهة التحريم منفكة كما ذكرت قبل قليل فهو محرم عليه أن يتلبس بهذه الأنواع من اللباس مطلقا سواء كان في الصلاة أو في داخلها وليس التحريم مخصوصا بأن يلبسها في داخل الصلاة لم يأتي النص أو الدديل الشرعي على أن تحريمها مخصوص بأن يكون في داخل الصلاة حتى نقول إن الصلاة تكون غير صحيحة بل إنه محرم عليه أن يلبسها داخل الصلاة وخارجها فحينئذ تصح صلاته مع الإثم لأنه لما تلبس بالصلاة كان مرتكبا لخطيئة وذنب ومحرم لما لبس هذا الشيء اللباس المحرم ما هو اللباس المكروه في الصلاة؟ تحدثنا عن المحرم الآن نريد أن نلقي الضوء على المكروه نعم هناك صفات تكره في اللباس في أثناء الصلاة منها سدل الثياب في الصلاة ومعنى السدل أن يطرح الرداء على كتفه ولا يرد طرفه على الآخر فمثلا هذا الرداء يعني يجعله ساقطا يسدله هكذا ولا يرد طرفه على الآخر في أثناء الصلاة فيطرحه على كتفه على الكتفين لكنه لا يرد طرفه على الآخر لكن إن كان هذا الثوب مما يلبس هكذا فلبس يعني يوجد الآن بعض الأردية بعض الرداءات نحن عندنا مثلا هنا في بلدنا وفي بلاد الخليج العربي يلبسون المشالح هذا المشلح وصفته أن تلبس هكذا يعني أن يلبس هكذا هذا الذي جرت به العادة أو يلبس باليد اليمنى فقط مثلا لكن يوجد أردية توجد في بعض البلاد العربية ليس له أكمام ليس له أكمام ويوجد بعض البلاد الإسلامية أيضا أظن أنها في بلاد الباكستان وربما أفغانستان وطاجكستان أيضا يلبسون رداءا بدون أكمام إذا كان كذلك فإنه لا حرج عليه إذا كان يلبس على هذه الصفة وعلى هذه الكيفية فإنه لا يكون مكروها لأنه لا يلبس إلا على هذه الطريقة فلا بأس بلبسه على هذه الكيفية التي أتاد الناس وعرف الناس أن هذا الشيء المعين يلبس على هذه الكيفية ثانيا مما يكره في صفة اللباس في الصلاة اجتمال الصماء في الثوب ومعنى اجتمال الصماء أن يجتمل الثوب على وجه يكون أصم بحيث يلتحف بثوبه كله ولا يجعل له مخرجا ليده يعني يكون يلبسه يعني صح التعبير مثل الخيشة نعم يلبسه من فوق التحت ما يصير له منفس ما يطلع يدينا طيب يركع يبي يسجد السجود لا بد من أركان السجود أن يسجد على سبعة عضاء ومن ضمنها إيش اليدين فإذا لم يستطع أن يخرج يديه من هذا الثوب الآن أصبح لا يستطيع أن يسجد ولا يتحقق له السجود فيكون حينئذ مكروها مع أنه قد يكون مثلا بعض الثياب يستطيع أن يخرجها من تحت لكن فيها مشقة ولذلك يكره يكره أن يلبس هذا الثوب وقيل معنى اجتمال الصماء أن يضبع بثوب ليس عليه غيره وقيل هو أن يجعل الرداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه مثل بعض العبيات النساء هذا طبعا الرجال وليس للنساء وكل هذه الصفات تخالف أخذ الزينة المأمور بها للصلاة أخذ الزينة للصلاة التي أمر الله عز وجل بها في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ثالثا من الأشياء التي تكره في صفة اللباس في الصلاة وتغطية الوجه لأنه قد يؤدي إلى الغم ولأنه إذا سجد سيجعل حائلا بينه وبين الأرض والمشروع له أن يمكن جبهته من الأرض التي يسد عليها وأن لا يجعل بينها بين جبهته وبين الأرض حائلا لكن لو احتاج لذلك احتاج إلى أن يغطيه لحاجة بأن يكون هناك سبب صحيح لأجل ذلك فلبس مثل المرأة إذا كان عندها رجال أجانب مثلا فغطت وجهها عن الرجال فلا حرج عليها في ذلك بل إن هذا مشروع في حقها ومأورة بذلك رابعا مما يكره في اللباس في الصلاة وضع اللثام على فمه وأنفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه رواه أبو داود بن خزيمة وابن حبان إلا إذا تثائب وغطى فماه ليكظم التثائب فلا بأس به ومثل ذلك أيضا لو كان حوله رائحة كريهة فغطى أنفه وفماه لأجل أن لا يستنشق هذه الرواحة الكثير قد يبتل بعض الناس أن يصلي بجانبه بعض الناس الذي ما شاء الله طاق من العرق أو يكون ماكل ثوم أو أكل ثوما أو بصرا وتأذى من هذه الرائحة النتنة وأشغلته هذه الرائحة عن صلاته فأراد أن يغطي أثمه فلا حرج عليه في ذلك أو كان هذا الإنسان به زكام وكان به رشح وخشي مثلا وكان كثير العطاس وخشي أن ينتشر هذا الزكام إلى من حوله فالتثم ووضع لثاما على أنفه فلا حرج عليه في ذلك في شدة البرد يا شيخ هل يجوز أن أيضا هذا عذر إذا كان يصلي في برية وكان البرد قارصا أو كان ربما درجة تحت تجمد كانت هناك ثلوج وكان في مكان ليس فيه مكان تدفئ فأراد أن يدفئ نفسه ويستنشق هواء ساخنا بأن وضعت لثام على فمه فهذا سبب الوجه ولا حرج عليه في ذلك خامسا أيضا من الأشياء التي تكون من مكروهات اللباس في الصلاة كف الثوب والكم ولفه أما كف الثوب فهو أن يرفع الثوب من أسفل وكف الكم هو أن يجذبه حتى يرتفع وأما لفه فهو أن يطبيه حتى يرتفع والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أكف شعرا ولا ثوبا فكل ذلك مكروه لأنه ليس من تمام أخذ الزينة لأن أخذ الزينة عند الناس أن يكون الثوب مرسلا وهل من كف الثوب ما يفعله بعض الناس من كف الغترة بأن يرد طرف الغترة على كتفه حول عنقه يعني هذه الغترة حلنا الآن في مجتمعاتنا اعتدنا لبس الغترة أو الشماغ هل يدخل في هذا لو كفه لو وضعها هكذا مثلا وضع يعني غترته هل يدخل في هذا النهي لو وضعها هكذا أم لا نقول هذا لا يدخل في هذا الحديث الأقرب والله أعلم أنه لا يدخل في هذا الحديث لأنه ليس من كف الثوب لأن هذا النوع من اللباس يلبس على هذه الصفة لأن بعض الناس يلبسون الغترة هكذا ويلبسونها ربما هكذا يجعلون طرف الغترة أو الشماغ هكذا وبعضهم من يردها أسفل وبعضهم يرد أحد الطرفين فهي تلبس عادة وعرفة وعرفا في مجتمعاتنا على هذه الهيئة وعلى هذه الكيفية فحينئذ لا تكون مكروهة ولا تدخل في هذا الحديث ولذلك يقول ابن تيمير رحمه الله إن طرح القباء على الكتفين بدون إدخال الأكمام لا يعد من السدل يقول إن طرح القباء نوع من أنواع اللباس الأردية إن طرحه على الكتفين بدون إدخال الأكمام لا يعد من السدل لأنه يلبس على هذه الكيفية أحيانا وعلى ذلك مثل ذلك لو وضع الكوت الكوت البنطل أو الأور كوت نعم الكوت أو البدلة لو وضعها على كتفه فقط كما يفعل بعض الناس مثلا ولم يدخل يديه في هذين في مدخلهما لم يدخل يديه في المدخل في الأكمام فلا بأس بذلك لأنه قد يلبس على هذه الصفة والله تعالى أعلم وصلنا إلى الشرط الخامس والأخير وبه نختم حلقتنا وهو النية ما هي النية يعني نغة وشرعا نعم الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة النية والنية بمعنى القصد وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى وهي تشمل أمرين نية المعمول له وهذه النية هي التي يتكلم عنها علماء السلوك وأرباب السلوك فتذكر في التوحيد وهي أعظم من النية الثانية لأن عليها مدار الصحة لقوله تعالى في الحديث القدسي أن أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عاملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه والنوع الثاني نية العمل وهي المقصودة عند الفقهاء هنا لأنه إنما يقصد من نية النية التي تتميز بها العبادة عن العادة وتتميز العبادات بعضها عن بعض الفرض عن الفرض والفرض عن النفل فينوي أن هذه عبادة وينوي بها الصلاة وينوي أنها فريضة أو نافلة وهكذا ونية العمل النوع الثاني قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى ولابد من الأمرين في الحقيقة نية المعمول له بحيث تكون نية لله عز وجل لا يخصد إلا وجل الله جل وعلى الله الدار الأخرة ولابد من نية تمييز العبادات عن غيرها وتمييز العبادات بعضها عن بعض لا بد من كلا النوعين في النية نعم حكم التلفظ بالنية أولا محل النية محل النية القلب نعم محلها القلب وأما حكم التلفظ بها فالتلفظ بها بدعة لا يجوز لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد في كتاب الله عز وجل مشروعية التلفظ بالنية فلا يشرع للإنسان يقول نويت أن أصلي الظهر لله نويت أن أصلي العشاء لله نويت أن أقوم رمضان لله نويت أن أصلي الضحى تقربا لله هذا كل لا يجوز ولا يصح ولم يدل عليه دليل في أن يتلفظ الإنسان بالنية وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمونا فهو رد يعني ما ردنا عليه وفي لفظ آخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كيف تكون نية الصلوات المفروضة؟ نية الصلاة المفروضة يجب على المصلي أن ينوي عين الصلاة إذا كانت معينة نعم مثل ذلك لو أراد أن يصلي مثلا صلاة العصر فيجب عليه أن ينوي صلاة العصر الصلاة بعينها أراد أن يصلي صلاة المغرب يجب عليه أن ينوي في قلبه في قلبه لا أن يتلفظ لا يتلفظ ينوي أن يصلي صلاة المغرب وهكذا لكن إن كانت الصلاة معينة ودخل الوقت فيكفي النية نية الصلاة وهي تنصرف وتتعين بتعين الوقت يعني أن الإنسان دخل وقت صلاة المغرب فذهب يتوضى لأجياء أن يصلي ولم تتعين عنده صلاة المغرب بذاتها بعينها لكنه أراد أن يصلي الصلاة التي دخل وقتها في هذا الوقت فحينئذ يكفي هذه نية كافية لأن نية الصلاة المفروضة في هذا الوقت تنصرف إلى صلاة المغرب بحمد الله فلا يتكلف الإنسان ولا يوسوس وينما نويت ولا نسيت بعض الناس ربما يتقعر في هذا كثيرا ويكلف نفسه بذلك شططا وهو في غناء ذلك كله وهذا الذي لا يسع الناس إلا العمل به فإن كثير من الناس يتوضى ليصلي ويغيب عن ذهنه إذهل عن ذهنه أنه سيصلي صلاة الظهر أو صلاة البغرب أو العشاء أو الفجر إلى خلال ذلك لا سيما إذا جاء الإمام راكع فيكفي نية الوقت نعم مسألة هل يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نية لا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة النية لأن التعين يكفي عن نية الفرض أو القضاء أو الأداء إلى آخره لأنه مادم أنه ينوي أن يصلي صلاة الظهر سواء كانت أداء أو قضاء أو إعادة أو كانت هذه الصلاة نفلا يكفي ذلك وقت النية في الصلاة متى يكون وقتها يكون مع التحريم مع التحريم مع تكبيرة التحريم أو أن تتقدم التحريم في الوقت أن تتقدم النية على التحريم في الوقت بزمن يسير لا بد أن يكون بعد دخول الوقت الصلاة يعني ما هو وقت النية في الصلاة المكتوب أن يكون وقتها مع التحريم مع تكبيرة التحريم أو أن تتقدم النية تكبيرة الإحرام في الوقت بعد دخول الوقت بزمن يسير فلو نوى الصلاة قبل دخول وقتها مثلاً ولو بزمن يسير ثم دخل الوقت وصلى بنا نية فصلاة غير صحيحة لأن النية سبقت الوقت والوقت سبب الصلاة وشرط للصلاة فلا تصح النية قبله فإن نوى في الوقت مثلاً ثم تشاغل بشيء يسير ثم كبر فصلاة أيضاً صحيحة وعلى القول الآخر وهو الأظهر الله أعلم أنه حتى لو كان الوقت طويلاً بأن نوى الصلاة بعد دخول وقتها فتشاغل عنها لسبب الأسباب وغابت نيته عن خاطره ثم لما أقيمت الصلاة دخل فيها بدون نية جديدة فتصح صلاته لأن حكم النية السابقة يستصحب للحال الحاضرة لعموم حديث إنما الأعمال بالنيات مبطلات النية يا شيخ ما هي؟ مبطلات النية إذا نوى قطع النية في أثناء الصلاة بطلت نيته هو في أثناء الصلاة صلى ركع الأولى الركع الثاني ثم نوى أن يقطع نية صلاة الظهر ويصلي الظهر مثلاً فإن صلاته تبطل أما إذا تردد في قطع النية أثناء الصلاة فالقول الأظهر أن نيته لا تنقطع ولا تبطل مدام أنه لم يعزم على القطع فهو في صلاته وهذا ينفع الذين يبتلوا بالوسواز فصلاتهم صحيحة ولا أحرج عليهم في ذلك وكذلك لو عزم على فعل مبطل للصلاة كأن عزم أن يتكلم أو يأكل أو يخرج منه حدث كبول أو ريح عزم لكنه لم يفعله فإن صلاته صحيحة لا تبطل على القول الصحيح في أقل من دقيقة إذا نقف مع بعض المسائل في النية نعم أختم ببعض المسائل في النية فيما يتعلق بالقلب قلب النية إلى آخر إذا قلب منفرد فرضه نفلاً إنسان يصلي صلاة فريضة فقلبها نفلاً هل يصح أو لا يصح؟ نقول يصحه إذا كان ذلك في الوقت المتسع يصح أن يقلب المنفرد فرضه نفلاً لأجل مثلاً أن يلحق صلاة الجماعة جاء وصلى لوحده صلاة الفريضة فاتت الصلاة الفريضة فصلى لوحده فرضاً ثم رأى جماعة تصلي فقلب صلاته إلى نفل لأجل أن يدرك صلاة الجماعة هذا يجوز الحالة الثانية إذا انتقل من نجلة فرض إلى فرض آخر بطلة الصلاة الأولى ولم تنعقد له الصلاة الثانية جاء إنسان يصلي صلاة العصر مثلاً ثم تذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر فقلب نيته إلى صلاة الظهر بعدما دخل بنية الصلاة العصر نقول لا تصح له الصلاة لا الأولى ولا الثانية تبطل كل الصلاة ومثل ذلك لو انتقل من نفل معين إلى نفل معين آخر كأن يصلي راتبة العشاء مثلاً يصلي صلاة العشاء راتبة العشاء ركعتين ثم نواها أن تكون صلاة الوتر نقول بطلة الأولى ولم تنعقد الثانية الحالة الثالثة والأخيرة إذا انتقل من نفل مطلق نفل مطلق يعني غير معين غير محدد صلاة تطوع سنة لكن غير محددة ليست لراتبة ولا وتر ولا صلاة استخارة ولا صلاة ضحى وإنما نفل مطلق فإذا انتقل من نفل مطلق إلى فرض معين أو نفل معين فكذلك أيضاً لا يصح ذلك والله تعالى شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما تفضلتم به في هذه الحلقة المباركة والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن وطيب متابعتكم نلتقي وإياكم في الحلقة القادمة وأنتم بصحة وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبرض الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخباتي على سنى الوحي في تقوى وإخباتي طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للنس من سر وغاياتي فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات نبضة قلبك أعمالا ونياتي نجني السعادة في دنيا وآخرة ما دام قدوتنا خير البريات ما دام قدوتنا خير البريات ما دام قدوتنا خير البريات ما دام قدوتنا خير البريات